بعد ما انهينا جميع التجارب رح احكي لكم هلأ عن اللابل وطريقة كتابته بس فيه شغلة لازم تكونوا عارفينها انه انتوا لازم تكونوا عارفين كل التجارب مع الار اكس كاملة بس اكتر التجارب يكزوا عليهم تجارب السليوشن والديليوشن لانه الار اكس لهم سهلة وبسيطة وطريقة التحضير سريعة ما بتاخد وقت فاذا اللجنة بتهاياك تعمل تجربة ممكن تخليك تعمل من السليوشن او الديليوشن ما بحكي انه ممكن ما يعطوكم تعملوا او كريم او اي تجربة تانية بس للاحتيات تكونوا عارفينها وركزوا اكتر اشي على السليوشن هلأ بالنسبة للابل لازم تكون كاتبتك التالي لازم تكون كاتبت دوسج فارم طبعا بتجيبها من السؤال تمام الكمية اديه وطالب منك تحضر الاستخدامات لازم تكون عارف استخدامات كل تجربة احنا حكيناهم موجودين الاكتف انجريدينت والان اكتف انجريدينت هلأ عندنا الار اكس بتكون عارف المادة الفعالة والمادة الغير فعالة فيها اه كمان لازم تعرف الاستوريج طريقة التخزين اه اديه وين كيف لازم يتخزن روم تمبرتشارز كولد كول اه برضه كمان اللابل لونه واستخداماته واخر ايشي الاكس بايريدات الاكس بايريدات رح نحطه بعد سنة من تاريخ التصنيع للتجربة لنفرض كان الامتحان او كان الوقت التجربة على سبيل المثال عشرين تلاتة الفين وواحد وعشرين رح نحط الاكس بايريدات عشرين تلاتة الفين واثنين وعشرين هيك بنكون انهينا كل جز تجارب السوتكس وما ضل علينا فيها ولا اي اشي بتمنى لكم التوفيق وحظ سعيد للجميع